يا صباح الخير مشاهدينا بنجدد وصلنا لأخبار الصحافة مع راما صباح الخير راما صباح الخير نور صباح الخير وانا الحمد لله سلامتك الله يسلمك شكرا اشتاءنا لك لأسبوع الماضي كان إليك عشر هو لازم الواحد على فكرة يشتاء هون وهون لا يقدر يبدأ هلا بالدور حنشتاء لكم بالدور هلا عم نشتاء لأيها من المرة الجاية منشتاء لنور من غير شرط طبعا وبعدين خلاص بنعيد الدور بايت اشتاءوا لي ونبدأ جولتنا مشاهدينا جولة الصحافة اليوم من موقع تلفزيون سوريا ومادة بعنوان مرض يهاجم اشجار الفستق الحلبي في حما وينذر بتدني الانتاج تقول المادة ان اشجار الفستق الحلبي في حما أصيبت بمرضي عفن الثمار لعدة اسباب من ابرزها الامطار الغزيرة والرطوبة المرتفعة الامر الذي سيؤدي الى تدني انتاج المحصول هذا العام وايضا خسائر كبيرة للفلاحين قال عضو اللجنة الزراعية في مورك محمد الصالح ان نسبة التعفن التي اصابت الاشجار بلغت نحو 25% في بعض المناطق وكان ابرزها قرية لحاية بحسب مديرة مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة التابعة للنظام المهندس يونس حمدان فان نسبة الاصابة بالمرض تتفاوت في حمص وادلب وحمى وحلب ايضا وذلك بين 5% و20% مع اختلاف الاصابة من صنف لآخر يعني جهزوا حالكم السنة يمكن ما حتاكل الفستق حلبي كتير جائم هو قصد غالي يعني هو غالي كتير والحيات فشكله بعد هالخبر ايضا راح يغلى لانه في كساد اكترى من 50% من المحصول صحيح مع الاسف يعني الوضع حيكون سيء هاي السنة مكساد فساد بسبب العفن سبع الاشجار صحيح فالمشكلة انه مثل ما التينور هو اصلا غالي السنة الماضية كان كتير غالي هاي السنة لسا حيكون اغلب كتير المورد الاساسي او الجهة المصدرة الاساسية اللي هي سوريا في عندها مشكلة بالموضوع فكيف حتكون باقي المناطق ممكن نعتمد على العين تابلي كونه هون بتركيا قريب لقيله صحيح لا نشوف اذا نقدر يكفينا الموضوع ومنبقى بموقعنا ايضا ومادة بعنوان منصة الغابات موسم خطورة الحرائق في سوريا مستمر حتى تشرين الاول حيث افادت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد بحكومة النظام باستمرار موسم خطورة الحرائق حتى شهر تشرين الاول المقبل نقلت اذا عد شام اف ام المقربة من النظام عن مديرة منصة الغابات والحرائق روزا كرموقة بان موسم خطورة الحرائق بدأ مع بداية شهر حزيران الجاري وسيستمر حتى منتصف شهر تشرين الاول قرموقة قالت ايضا ان درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر شديد تزيد من مؤشرات حدوث الحرائق علما ان هناك اكثر من عامل يؤخذ بعين الاعتبار منها السفوح الشرقية التي تتعرض اكثر للحرارة والشمس وفيها نسب جفاف عالية جدا ورياحة شرقية هذه العوامل تسهم بحدوث حرائق متكررة يعني مأساة سنوية بتتكرر يعني الواحد بيقول هون مو بس بسوريا يعني نحن نشهد حرائق بمختلف دول العالم وحتهم بتركيا بشكل دوري عم بتصير يعني بسبب الطقس للمؤسف ممكن ان انت تخمدي الحريق ولكن كمية الحرائق اللي عم بتصير واندي لعب كم كبير من الاراضي عم بيأثر على التربة لانه بصير انتاجها مختلف تماما عم لما ما بيكون فيها حرائق بإضافة للخبر اللي قلتي يعني قبل اليوم في عنا محصول يعتمد عليه بسوريا صحيح للأسف يعني تغيروا المناخ نفقدوا لفترة من الفترات عميل قفنا لعبين قوسين نحن والأشجاب فخلونا نروح لموقع أثر بريس أي الموالي للنظام وماده بعنوان كلفة العلاج في المشافي السورية تتراوح ما بين طبعا المشافي السوري هنا نقصدون التعليمية تتراوح ما بين 12 مليون في البيروني إلى مليون و300 ألف ليرة في الأطفال وبحسب هذه المادة فإن البيانات الرسمية غير المنشورة والمتعلقة بتقديرات متوسط كلفة معالجة المريض الواحد في المشافي التعليمية هي تكشف عن ثقل المهمة المنوطة بهذه المشافي في ظل الإمكانات المادية والفنية المتوفرة هذا طبعا من جهة وأيضا عن الحاجة إلى مراجعة وضبط كلفة الخدمات المقدمة بحيث يتم تلخيصها أو تخليصها بالأحرام من الهدر والفساد من جهة ثانية وهذا أمر لم يعد خافيا على المواطن الذي يضطر للانتظار أياما قبل أن يحظى بقبول في هذا المشفى أو ذاك وذكر كاتب المقال عدة أمثلة فمثلا متوسط كلفة العلاجة التقريبية للمريض الواحد في مشفى المواصل جامعي تصل إلى نحو 11 مليون ليرة وفي مشفى الأساد الجامعي في دمشق برقم مشابه تقريبا 1.200.000 ليرة أما الأغلى فكان مشفى البيروني للأورام بـ 12 مليون ليرة وأقلها هو كان مشفى الأطفال بـ 1.300.000 ليرة الله يمكن أي شيء يمكن يعني العقل يستقبله أو يتقبله بالغلاء لموضوع العلاج لأنه أنت لما تشوف في طفلك أو حدا من عيلتك المريض أنت مقادرة تدفعي هذه المبالغ فما بعرف وللأمانة نسبة للرواتب بسوريا هاي الأرقام اللي عم نشوفها للمؤسسات اللي المفروض أنه هي تقدم خدماتها بشكل شبه مجاني هي أرقام مهولة جدا وضخمة كبيرة فالله يعين العالم عن جد بالعودة إلى موقع تلفزيون سوريا مشاهدين نطالع مادة بعنوان سوريات في هولندا الدراجة كانت أولى الإنجازات وأقساها تقول على عوض كاتبات المادة أن نساء سوريات يواجهن تحديات فريدة تعكس تجاربهن المعقدة كلاجئات في هولندا وذلك من بين هذه التحديات يبرز تحدي التكيف مع وسائل النقل المحلية وبالأخص الدرجات الهوائية والتي تعتبر وسيلة النقل الرئيسية في البلاد ويعتبر ركوب الدراجة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المحلية غالبا ما ينظر أيضا إليه كرمزة الاستقلالية والفاعلية أو الفعالية ومع ذلك فإنه بالنسبة للعديد من النساء السوريات يشكلوا تحديا كبيرا يرافقه أيضا سقوط ونهوض من جديد إلى حين إتقان استعمالها صعب هلأ بتذكر أنه أنه يمكن فترة طويلة ما ركبت الدراجة السيكليات ما عم بعرف أرجع أنه التوازن في حال أنه لا السيارة بتوقفيه ممكن السنين أنه ما تسوقيه بس تلقائيا أول ما بترجع تادي ورد دركسيون خلاص بيمشي هو عن جد أصعب شغلة هي أنه تعلمي وما كان أساسا محبذ عنا بسوريا الفتيات أنه تسوق السيكليات كان موجود بس بس ما تعلمت مثلا بالمناطق السياحية لما نروح على مثلا على البحر أو بأماكن معينة مثلا للرياضة هون حتى في تركيا أي مكان منروحه البسكلياتة هي الأساس واللي ما بسوق رح عليه نص المشهد هي عكبر صعب التعلم ولكن عز غزة كنتي بتعرفيها فالأمور منيحة لكن النساء بـ هولندا يعني في بعضهم صابهم يعني كثورة كتير بشعة يعني قاعدوا بالأرض فترة منيحة لأنه وققوا من الدراجة وتعلموا على كبر فالإنسان يتعلم الموضوع الدرجة أنه هو بده شوية مرونة بده ممارسة بده رشاقة بدكتور قصص حتى تتوازري طب يحطوا لهم بعض العجلة الصغيرة اللي كانت تبع دعم للأطفال تماما هي تنتر أساني بلشت بهاي بس ما كملت بها ما شالولي أحفظ الله يتعامل منوال أنا كانوا يحطوا لي جهة واحدة قال لي إن شان تتوازني مشان أتعلم توازن أسرع فكانوا يحطوا لي جهة واحدة كرجد فيها شالولي إياها متواعد طلا ما بدي ما هي سهلة بصراحة أنا أستقيل ما بدي هي الاستقلالي هي بدها بدها وقت بس كل ما كانت على الزغر بتصير أسهل بالأيام والله يشوفي في ناس يعني بعرفها ناس بعرفها جربت على الزغر ما مشي حالا لدرجة إيدي ورجلي بتشهد ما مشي الحال قد ما كانت بالنسبة لبعض الناس مسألة تعلم قيادة الدراجة سهلة بالنسبة للنساء الموضوع مانوا بهاي السهولة خاصة مثل ما قالوا صبايا إذا بلش على سن أكبر من مثل 18 سنة ستكون كثير صعبة بالنسبة إلون حنختم جولتنا صحفية لليوم من موقع فوشيا الفني وبخبر ضجت فيها صفحات باليومين الماضيات وهو خبر إعلان الفنانة السورية كيندا علوش إصابتها بسرطان الثدي والخبر كان تحت عنوان ماذا قال عمر يوسف بعد إعلان زوجته كيندا علوش إصابتها بالسرطان حيث كشف الفنان المصري عمر يوسف أنه مر وزوجته الفنانة كيندا علوش بظروف صعبة على مدار عامين وذلك في أول تعليق له بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي ونشر يوسف صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه في إنستجرام شاكرا الله على كل شيء ومشيدا بتعامل كيندا مع مرضها وإيمانها بالله وتسليم أمرها له قال أيضا عمر خلال نشره الصورة أو البوست الذي أرتفقه بالصورة ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن أنت في عز تعبك ديتيهم قوة ربنا يخليك ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء لك من ساعة ما عرفوه ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان عشان أنت تستهلي كل حب الدنيا يا أقمل قلب في الدنيا وسوريا المصرية المكفرة بس ساهل كتير حب عن جد كيندا طبعا أكيد كل الحب لكيندا علوش وحدة من الفنانات السوريات الإنسانيات أولا وآخرا وبشكل مباشر يعني لا اضطرت تتخبى وراشي ولا تحاول تعطي صورة غلط لا لا اجت بشكل مباشر حكيت بصورة إنسانية واستبعدت أي شي حتى لو كان بمضمار السياسة اللي كانت الناس عم تتحاشى فهي خلت حالة بسياق واحد إنساني بعيد عن أي شيء آخر فنتمنى لأكيد دائما السلامة إلى والدتا والشفاء طبعا صحيح لما أنا والدتا عم تعاني من ذات المراض بعد شهر عرفت والدتا أنه أيضا هي مصابة سرطان فهو أصلا بيجي بموضوع الوراثة فعن جدا نقلبنا إن شاء الله بتقوم هي والدتا وإن شاء الله كل سيد أيضا بتعاني من موضوع سرطان الثدي أيضا يكون عندها فرصة بالشفاء وكتير مهم أيضا نقول للعالم أنه يرجعوا يفحصوا موضوع سرطان الثدي لأنه الكشف المبكر ممكن يزيد كتير فرص العلاج صحيح يعني حتى إحصائيات الأمم المتحدة ما زالت إلى الآن أو منظمة الصحة العالمية عم تعطي أرقام مرعبة جدا عن أعداد الإصابة للنساء بسرطان الثدي لكن كل مكان مسألة الكشف المبكر بتساعدك كسيدة أو كصبية على الشفاء أكثر لأنه أي أنت ما بعد سن البلوغ معرضة للإصابة بسرطان الثدي خاصة إذا كان في عندهم تاريخ عائلي متعلق بهذا الموضوع فالكشف المبكر هو أهم عوامل الشفاء من المرض شكرا لإلك راما أهلا وسهلا بدي ترككم مشاهدينا مع روان ونورلة تكملوا بأخبار اليوم